السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة ارحب بكم في هذا الموضوع المهم جدا لنهار اليوم والذي نخصصه لاختيار نوعية الماء كما تعلمون الماء يمثل نسبة 70% من الجسم قبل ان نبدأ في موضوعنا لنهار اليوم لا تنسوا دعمل بالاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس لكي يصلكم الجديد فور نشره ولا تنسوا وضع علامة لايك بارك الله فيكم اولا انصحكم باقتناء يعني مثل ما تشاهدون اقتناء غلاسيار او مكان نخزن فيه الماء يكون نظيف وانصحكم بنوعية المياه يعني مياه الجارية او مياه الينابيع يوجد من يبيع هذه المياه يعني اختاروا الشخص المناسب الموثوق ايضا انصحكم باختيار او شراء كأس طيني مثل هذا ضعوا فيه القطران يعني والله لن تندموا اولا اقتصادية يعني تتخلص من مياه القارورات او المياه المعلبة يعني لا يعلم مصدرها وكيف علبت وايضا دراسات اثبتت ان مخاطر القارورات البلاستيكية يعني خطيرة جدا لجسم الانسان لذلك انصحكم باقتناء المياه من مصدر موثوق وتعرفونه احتفظوا به في غلاسيار كما متل ما تشاهدون وضعوه في مكان يكون بارد يعني تشربون ويكون ايضا فيه فائدة لأعضاء الجسم يعني كثرت في الاونة الاخيرة مشاكل الحصاء في الكلاة والمرارة يعني بشكل كبير يعني كل يوم نسمع عن اشخاص عندهم حصاء في المرارة او في الكلاء وهذا من جراء شرب مياه يعني مياه الحنفية ويعني ابتعدوا انصحكم بالابتعاد عن شرب مياه الحنفية اشربوا من ماء يكون موثوق ومصدر موثوق ولو يكون عندكم يعني تذهبون وتقتنونه بانفسكم تنتشر بشكل كبير من ينبيه الجارية ان شاء الله يكون قد افدكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته